السلام الناس الكولوجيتكم اليوم بوصفة الملوخية التنسية من ايادي جزائرية كاملوا الفيديو للاخر وخلوا لي رايكم في الكومنتر نبدو باول حاجة نحطوا كيس كبير الزيت يسخن في البرماء وتكون برما ما تلسقش ومبعد نحطوا له الملوخية الكونتي تلي تحبها انتي ومبعد تبقي تحركي 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 كما قاعدين نشوفو في الفيديو حتى نتولي طب رج تولي الملوخية تلمع كما تشوفها في البرماء وعنت تنحلها ذي كانت تحروشية وتغسغيز ومبعد كيما اشتها سخنة مليح حطيت صبيت عليها مام غالي اقل شي اترتين اترتين ما يغلي ولهنا التوابل اللي يدرت بيهم اللي هما راس ثوم كبير تايبل وكروية فلفل اكحل كركم فلفل احمر رند ملح متكثروش خاطر الملوخية دي جا تكون ميلحة مغرف كبيرة تماطم مغرف كبيرة هريسة عربي والنعناع الشيحة اكيد بش يزيدها بنا على بنا والرند وان شاء الله يا ربي تجربها ومشكم رح تندموا بعد ما خليه توما ذيك انت تحبي طيبها بالحم بجري بسكالوب كيما تحبي انت المهم تحطيه يدخل فيه لفايحة ذيكا حاولي ساعة ولا اكثر ومبعد لهنا كيجري بالطيب الملوخية نحط قرن فلفل حار ونزيد عليه مغرف سنة ثوم مرحية كيما شفتوا في الفيديو لهنا بتقرر زيتها وتخلوها دي ما تطيب على نار هادية شوفوا كيفاش يالبنات كيقرر زيتها محلها بنا 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 نودكم ولنشاهيكم هذا سري في الملوخية التنسية الهريسة عربي والثوم تكثري لها عقد ما تكثري الثوم بيش ديك بنينها تهبل وكيما قاعدين تشوفوا جت عاقدة ومزيدة وتهبل نودكم ولنشاهيكم هي صراحة ما كانش فرق كبير بين الملوخية الجزائرية وبين الملوخية التنسية خلولي انتم سر من الاسرار الملوخية داعكم في الكمنتر وان شاء الله تجربوا الملوخية داعي وتدعولي بالخير اشتركوا في القناة